ناخد بقى أسئلة بالمشاهدين عشان نبقى رضين عليهم في فقراتنا النهار عندنا نوران فتحة بتقولي أسباب ظهور كدمات في الجسم وبيكونش فيها واجع يعني هي شايفة كدمة بس مش بتوجع أحيانا بيبقى نقص فيتامين سي يعني فيتامين سي آه طبعا أحيانا بيبقى نقص فيتامين سي فبرشح لها ألف مولتي بيت فيتامين سي ليه مميزات كبيرة جدا حتى ساعات لما بنيجي نخسل سنلنا نلاقي دم في الليسة بيبقى نتيجة نقص فيتامين سي فهياريت تستخدم فيتامين سي مع دم هي متأكدة من معادل السكر في الدم وأن السيولة بتاعتها ما فيهاش مشاكل والكلام ده كله خدي ألف مولتي بيت هتلاقي أن المشكلة دي معها بتختفي طيب عندنا إسراء متحد بتقول بحس أن فيه وخز في صوابعي من وقت للتاني وأطراف صوابعي بتنمل كتير ده سببه ايه؟ وخز في الصوابع وأطراف بتنمل أولا لازم بالنسبة للأطراف اللي بتنمل تتمن من نسبة الحديد فلازم تعمل كومبليت بيكتر بتاعها أحيانا كتير بيبقى التنميل للأطراف هو وخز في الأطراف نتيجة نقص فيتامين به الكاملة العائلة كلها لأن فيتامين بي هو اللي بيغزي الأعصاب هو الأكل بتاع الأعصاب فلازم تستخدم ألف مولتي بيت هتلاقي المشكلة دي معها بدأت تخف تدريجي فمهمة قوي أن أنا أخذ ألف مولتي بيت ديلي روتين ما فيش حاجة اسمها يعظيمة أخده شهرين ووقف وأخده لا أولا الفيتامينات اللي فيها قبل للذوابان في الماء فلا تخزن في الخلايا وتعملي نسبة فيتامينات عالية في الجسم إطلاقا الفيتامين اللي داخل ألف مولتي بيت قبل للذوابان في الماء فالإكسيد أو الزيادة بينزل عن طريق البول وبطمن الناس أنه مش يحصل زيادة لأن التركيز بتاعة ألف مولتي بيت أقل بنسبة بسيطة من الديلي اللي إحنا محتاجين ناخده أصلا كل يوم من كل حاجة فيه صح كده فمش يحصل أصلا زيادة فدي حاجة حلوة جدا أن أنا كمان محملش عكلة فقلب مولتي بيت أنا بقول عليه رائع نعمل كده الجاكتة تضرب كده البنزلون يضرب فإحنا عايزين نوضبط والله بجد إحنا محتاجين حاجة ثابتة وتبقى حاجة واحدة أو حاجتين على الأقصر اللي إحنا نمشي عليهم وتبقى الدنيا ما فيهاش أقصد أكتر من علبة بستخدمها لأنه غصبا عني هتقع مني حاجة بس هي فكرة أنه كابسول أو أرس واحد فيه كل الفيتامينز دي أنا شايفة أنه هو حاجة هيلة يعني هم فكروا تفكير رائع وإيجابي وقدروا زي يكملوا الحاجات المش موجودة في المكملات الأخرى هسألك طب إحنا تكلمنا عن الرياضين وكلمنا على السيدات خلينا اتكلم عن رجال بيفيدهم في إيه بقى رجال عموما يعني لما هيمشي علي أنا قدر أخدوا جزء ياخدوا يعني أولاذ ياخدون فأقول لنا بقى فايداته كبيرة جدا لأي رجل أي رجل عايز مناعة قوية عايز طاقة بينزل يشتغل من الصبح البالليل عايز يعرف يدير طاقته عايز نشاطه يومي يبقى صح عايز تدعيم للصحة الجسم عمدا طيب ألبا مالتي بيت هينسب الرجل في إيه المناعة بتاعته لأنه بيحتوي على فيتامين سي وفيتامين إي الزنك والزنك طبعا لأن الزنك بيعلي عندي المناعة بلس أنه بيدعم الخصوبة جدا لدى الرجال حتى الدكاترة الزكورة بيكتبوا الأدوية وبيدعموا بالزنك الزنك مهم جدا طيب ألبا مالتي بيت دخله فيتامين بي كومبليكس بكل أنواع بكل عيلته فده حلو جدا لصحة أعصابهم ولصحة التمثيل الغذائي والنشاط والتركيز دخله كالسيوم لتقوية العظام ألبا مالتي بيت حتى بالنسبة للرجل بياخد أرس واحد لو هيقول لي أنت لقي نشاط وتركيز من ثاني ثالث يوم هتلاقي نفسك اتغيرك تماما مع ألبا مالتي بيت فده حاجة مهمة أن أنا برضو أقول أنه مهمة جدا للرجل طيب أسألك حاجة بقى سارة حسن بتقول هي شعرها بيقع بيقع شوية كتير وهي دايما عندها إجهاد وتعب معظم الوقت معظم الوقت مش عندها القدرة تعمل مجهود زي ما هي كانت بشكل طبيعي وده حصل فجأة دقي سببه طبعا سوق التغذية دي أول حاجة الأكل ما يبقاش طول الوقت مفوش الخضار والألياف المطلوبة والأوميجا المطلوبة ممكن تكون النوم بتاعها متقطع ما بتنامش التمن ساعات ممكن تكون بتنام الصبح وتجي بالليل ما تنامش وده غلط جدا ممكن تكون ما بتشربش مياه كل الحاجات دي بتأدي إلى ضعف التركيز والنشار فمن أهم الفيتامينات لو هي مش عارفة تعود بالأكل يعني أنا بقول التركيز والنشار يعني فيتامين بي فيتامين بي موجود في اللحوب موجود في الكبدة موجود في البروكلي وموجود في حاجات كتير مش عارفة تاكل الأكل الصحي كل يوم لازم تدعم بقالبة مالتي فيتا انه بيحتوي على فيتامين بي كومبكس بكل أنواع وبنسبة شعرها شعرها بقول لها أنقالبة مالتي فيتا هيبقى رائع جدا لأن الشعر محتاج بايوتين محتاج زنك محتاج نحاس مهم جدا للشعر ومحتاج فيتامين اي ومحتاج فيتامين سي لأن فيتامين سي يعزز الامتصاص الحديد لازم تطمن برضو أن نسبة الحديد كويسة عشان الحديد برضو بيوقع الشعر لو النسبته قليلة فيتامين سي يعليل الامتصاص الحديد فهيبقى قلب مالتي فيت معها رائع دخلوا بايوتين فيتامين بي 7 ودخلوا الزينك ودخلوا الفيتامين سي المهمين جدا لعدم تساقص الشعر طيب مايا فؤاد بتقول بتقول أنا دلوقتي لو أخدت وبدأت في قلب مالتي فيت وأنا أبدأ أحس بعد قد إي يعني فترة قد إي أنها تحس بتحسن في موضوع الشعر والدوافر على الرغم أنها عملت تحليل وطلع الحمد للان هي يعني ما عندهاش مشاكل تاني الشعر عشان برضو أبقى صريحة مش هتلاقيها من أول كابسولة أو من أول قرس ممكن بلاقي نشاط من بعد تاني تلت قرس ألاقي نشاط لكن الشعر بيحتاج وقت هتشوف تحسن في خلال شهر لكن بعد الشهر التاني التالت هتلاقي تحسن راهي يبقى ملحوظ جدا فلازم الاستمرارية عشان تشوف تحسن لازم تاخدي قرس واحد كل يوم وفيش حاجة اسمها قرس وبعدها بتلت يوم قرس وبعدها بيوم قرس لا قرس واحد يومية ففي خلال أول شهر هتشوف تحسن بعد الشهر التالت هتلاقي شعرها حاجة تانية خارس اسم تحسن رأي ويوم رائعية تانية خارس رمضة عشي ورمال شكرا جدا